مرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون المواقع المحلية مئات الأثر تواصل النزوحة من عدد نحو الريف والمحافظات الأخرى اطلاق صراح المصور أصيل صويد بعد اختطاف دام شهرا من قبل الحزام الأمني بلا حج من الأخبار المنوعة أول مصاب بفيروس كورونا يشعر بالندم ويتمنى الموت منذ سيطر الانتقالي على مدينة عدن غادرها الكثير من سكانها وتركوا منازلهم وكل ما يملكون ورغم أن بعضهم لم يخرج من المدينة منذ عشرات السنين إلا أنه كان مضطرا لوداع المدينة التي يحب ووفقا لعدن الغد نزوح مئات الأسر من عدن إلى خارجها عقب تدهور الأوضاع وقال الموقع نزحت المئات من الأسر إلى محافظات مجاورة عقب تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية فيها وغادرت الأسر صوبى محافظات تعز وإب وأبين ولحج والضالع وشبوى وقال عدد منهم لصحيفة عدن الغد إن مغادراتهم المدينة تأتي بسبب تدهور الأوضاع وانقطاعات التيار الكهربائي أما سكان صنعا فقد أبدوا غضبهم من تهرب جماعة الحوث المسلحة عن مسؤولية مواجهة وباء كورونا في مناطق سيطرتهم وإلقاء اللوم على المنظمات الأممية العاملة في البلاد وعنونا موقع يمن مونيتور هل فشل الحوثيون في احتواء كورونا في مناطق سيطرتهم وفي رد للجماعة على الانتقادات بأنها تخفي عدد الإصابات بوباء كورونا في مناطق سيطرتها قالت إن كثيرا من دول العالم تعاملت مع حالات الإصابة كأرقام وإحصاءات مما أثر سلبا على الحالة النفسية والمناعية للمجتمعات مصدر مسؤول في وزارة صحة الحوثيين بصنعاء قال لليمن مونيتور إن الوضع الوبائي في مدن صنعاء وعمران وذمار وإب سيء للغاية ويجب إغلاقها تماما والبدء بالتعامل معها عبر منظمات دولية وليس عبر سلطة الحوثيين وأضاف المصدر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته خشلة انتقام الحوثيين أن الإصابات بالعشرات يوميا في المحافظات الأربع السابقة طبيب يعمل في مستشفى حكومي بصنعاء قال إن بيان الحوثيين عبارة عن خطبة جمعة وليس بيانا باسم وزارة في ظل تفشي الوباء سيم الهوى ممدود من صير إلى سمعون حضر موت تحت هذا العنوان كتب متعب بازياد مقاله المنشور في موقع المصدر أولاين مضيفا في جزء من المقاذ كان الحضارم وأبناء يافع والحجرية أكبروا أنشط المجموعات اليمنية بعدن وشكلوا مع رجال الإدارة والأعمال الهنود وبقية الجاليات الأجنبية مجتمع عدن المدني المتجانسة إلى اليوم غير أن اكتساب الجنسية العدنية مؤخرا صار متعسرا على الحضارم القادمين من مقاطعات حضر موت والمشرب كما هو حال سائر اليمنيين من بقية المحميات أو القادمين من أراضي الدولة المتوكلية في الشمال هذه الإجراءات الاستعمارية التعسفية ضد اليمنيين من خارج عدن خلقت لديهم مظلومية مشتركة وشعورا مريرا بالغبن داخل وطنهم تخلقت من رحم هذه المعاناة قضية مشتركة لا يعني أن هذه الحالة وحدها تكفي لتفجير الثورة لكنها صنعت نقطة فارقة لمفهوم السيادة الوطنية جديرة بالنضال والكفاح من أجلها لذلك يرصد المراقب وضوح أهداف الحركة الوطنية اليمنية في عدن منذ لحظة تخلقها من حيث أنها معبرة عن تطلعات كل اليمنيين وانخرط في صفوفها اليمنيون جميعا دون أي اعتبار للبعد المناطقي أو الجهوي وفي الخارج انتسب وتنظم الطلبة اليمنيون في الحراكات القومية والإسلامية في بيروت وبغداد ودمشق والقاهرة والخرطوم وعواصم الكتلة الشرقية لاحقا بصفتهم يمنيون ويمنيون فقط وجد الحضارم أنفسهم في طليعة الحركة الوطنية بعدا بل روادها باختلاف تياراتها السياسية ومشاربها الفكرية ورغم أنه كانت هناك إرهاصات وعوعد بريطانية باستقلال سلطنات حضر موت مطلع العام 1968 إلا أن رجال الجبهة القومية لتحرير الجنوب اليمني المحتل حسموا مستقبلها مع الجمهورية اليمنية الجنوبية الفتية من لحظة سقوط مدينة المكلة في أيديهم قبيل إعلان الاستقلال الوطني من عدر رسميا في الثلاثين من نوفمبر وبد السيم من سيرة إلى سمعون وانتظمت فيه ست وحدات إدارية أخذت حضر موت رقم الكبينة الخامسة على الترتيب الجغرافي جميع الميليشيات مع اختلاف توجهاتها ومموليها إلا أنها تتفق في معاناة الصحافة والصحفيين ففي لحج قضى المصور الصحفي أصيل سويد أكثر من شهر وحين خرج من المعتقل كان جسده ممترئا بالندوب وعنونا موقع المصدر أولاين إطلاق صراح المصور الصحفي أصيل سويد بعد اختطاف دام شهرا من قبل الحزام الأمني بلحج ونشر شقيقه أسامى صورا له وهو في حالة سيئة وقال الحمد لله خرج أخي أصيل وهو ليس بخير أبدا وكان سويد قد اختفى مطلع شهر مايو آيار بعد أن غادر تاعز باتجاه العاصمة المؤقتة عدن ولم تحصل أسرته وزملائه على أي معلومات حول مصيره أو الجهة الخاطفة حين ذاك وقال أسامى للمصدر أولاين بعد اختفاء أخيه إن بعض أصدقاء أصيل كانوا قد أبلغوا أسرته بأنه محتجز مع آخرين في سجن يتبع اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي الجنوبي بمدينة لحج لا أخبار تخرج من محافظة إب ورغم المآسي التي تحدث فيها إلا أن الصمت والخوف هم السمة البارزة في تلك المدينة وعنوان موقع الصحوانت عشرات الوفيات يومياً دعوات حقوقية لإنقاذ أبناء محافظة إب من جائحة كورونا ودع رئيس منظمة رصد للحقوق والحريات عرفات حمران السلطات الشرعية دعاهم إلى إعلان محافظة إب محافظة موبوءة بفيروس كورونا واتخاذ إجراءات موقعية وعلاجية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقال حمران إن محافظة إب باتت في حكم الموبوءة بحكم التقارير التي ترد مؤكداً أن الوباء انتشر على نطاق واسع في المحافظة وسط تكتم من ميليشيا الحوث الانقلابية التي ترفض الاعتراف به حتى الآن وأكد رئيس منظمة رصد أن فراقاً ميدانية من المنظمة ترصد يومياً عشرات الوفيات في المستشفيات والمنازل كما أوضح حمران أن ميليشيا الحوثي تتعمد التستر على الوباء في الوقت الذي لم تعلن فيه عن أي إجراءات احترازية في إب الأمر الذي فاقم من الكارثة في ظل انهيار كامل للنظام الصحي في المحافظة اليمن الوضع مقلق بشكل متزايد تحت هذا العنوان نشرت صحيفة لوفيغار الفرنسية مقالها حول الوضع في اليمن وقد ترجم هذا المقال لصالح قناة بلقيس وجاء فيه دعا العديد من مسؤولية الأمم المتحدة والوكالات إلى تقديم دعم عاجل لليمن حيث الوضع مقلق بشكل متزايد مع تقدم جائحة كوفيد-19 وأكد هؤلاء المسؤولين من إدارة الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة واليونسيف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية في مقابلة مع الصحفيين نحن قلقون أكثر فأكثر بينما لدينا القدرة على استقرار الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تؤثر على البلاد وأضافوا ما لا نملكه هو المال ونطلب من المانحين أن يكونوا كرماء وأن يدفعوا التزاماتهم بسرعة في إشارة إلى احتمال عقد مؤتمر مشترك للمانحين حول اليمن في الثاني من يونيو بدعوة من المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنه يسعى حتى نهاية العام إلى جمع 2.4 مليار دولار لليمن بما في ذلك 180 مليون دولار لمحاربة الوباء وقال مهند هادي من برنامج الغذاء العالمي اليمن في حاجة ماست للمساعدة بينما تحدثت مديرة اليونسيف هنريتا فور عن كارثة كبرى يحتاج أكثر من 12 مليون طفل في جميع أنحاء البلاد إلى المساعدة الإنسانية قبل الوباء كان مليون طفل محرومين من المدرسة مع كوفيد-19 سيحرم 5 ملايين طفل آخر على حد قولها ووفقا للأمم المتحدة ينتشر كوفيد-19 بسرعة في جميع أنحاء البلاد ويواجه بالفعل أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب صراع لا ينحسر هل سألت نفسك يوما من هو أول رجل أصيب بفيروس كورونا؟ مؤكد أنك فعلت فالعالم بأكمله بحث عنه فمن هو؟ صحيفة العربية الجديد نشرت تقريرا بعنوان شانكتاي أول مصاب بفيروس كورونا وعفقا للصحيفة بدأ كل شيء بسبب قطرة منسكبة من أحشاء خفاش وصل مريضا إلى سوق الأغذية قطرة صغيرة مصابة خرجت من تحت ظفر جزار شاب في أحد صباحات أيلول كان من المتوقع أن يكون الجو باردا في مقاطعة أوباي ما حمل سكان وهان على طلب شربة الخفاشة التقليدية الساخنة مع الزنجبيل للغدا من أكل تلك الشربة خلال أيام العدوى أكد طعم أكد أن طعمها كان طبيعيا بل كانت لذيذة كالعادة رغم ما نعرفه عن قدرة الزنجبيل على إخفاء النكهات السيئة شعر شانكتاي بأن الجو بارد أكثر من العادة في ذلك الصباح كان الرجل يعمل ساعات إضافية سلخ جلود ضعف عدد الحيوانات المعتاد وخلال أكثر من 12 ساعة كان قذبح مئات الخفافيش البرية العملاقة في نهاية اليوم كان التعب واضحا على عينيه ومعكسا في العيون المطفأ لتلك القوارض شعر بأنه قد انطفى وفي المساء صار إلى بيته وفي وقت متأخر من الليل عبر المدينة بنفس الطريقة التي عبر بها الفيروس جسده ببطء وفي الأسابيع اللاحقة بدأت أعراض الانفلونزا تظهر على أقرامه في العمل بينما ساعده سنه الشاب في تأخير ظهور الأعراض اليومين وفي غضون ثلاثة أي أسابيع كان جميع عمال السوق مصابين بالفيروس مر شانكتاي بأيام عصيبة يائسة ظل خلالها يلوم نفسه على ما حدث في العالم لم يكن يتمنى فقط لو أنه ما عمل قط في سوق الأغذية بل لو أنه لم يولد عذبه التفكير في الموت الذي كان من الممكن تجنبه ولو أنه وثق أكثر بحواسه حينما كان يخرج إلى الشوارع لشراء الأدوية كان يطلب المغفرة في قرارة نفسه من المرة هناك مجموعة في ألمانيا ممن ينكرون وجود فيروس كورونا ويقولون إنه مجرد مؤامرة وهؤلاء لا يكتفون بالإنكار بل بتهديد علماء الفيروسات وعنون موقع الديدابوليو علماء فيروسات ألمان يتلقون تهديدات بالقتل والسبب كورونا قال الموقع تلقى عالماء فيروسات تهديدات بالقتل وتلقى رزمة يفترض أن بها عينة فحص إيجابي لفيروس كورونا مع رسالة تحثهما على شربه المهددون هم أصحاب تيار يروج لنظرية المؤامرة والمعارضي تدابير الوقاية المشددة في ألمانيا وكشف عالم الفيروسات دروستن أنه تلقى تهديدات بالقتل وقال إنهم عثروا أو بعثوا بل بعثوا له رزمة يفترض أن بها عينة فحص إيجابي بالفيروس مع رسالة اشربه وستصير لديك منع التنبؤ بوقائع العقد المفقود تحت هذا العنوان كتب وزير مالية يوناني سابق وأستاذ الاقتصاد في جامعة أثينا ياينس فارو فايكس مقاله المعاد في نشره في صحيفة الغد مع إعادة شرعنة سلطة الدولة بسبب الجائحة استغل المحرضون الساخرون الفرصة وعوضا عن تقوية الأصوات التي تدعو للتعاون الدولي عززت الصين والولايات المتحدة الأمريكية من الشعور القومي وفي أماكن أخرى أثار قادة من أصحاب النزعة القومية الخوف من الأجانب وقدموا لمواطنيهم الذين فقدوا روحهم المعنوية مقايضة بسيطة الفخر الشخصي والعظمة القومية في مقابل سلطات استبدادية لحمايتهم من الفيروسات القاتلة والأجانب المخادعين والمنشقين المتأمرين وكما عكست الكادترائيات التراث المعماري للعصور الأسطى فإن سنة 2020 تركت لنا الجدران العالية والسياج المكهرب وأسراب طائرات المراقبة بدون طيار إن انتعاش الدولة القومية جعل العالم أقلا فتاحا وأقل رخاءا وأقل حرية وخاصة للناس الذين كانوا يجدون صعوبة دائما في السفر وكسب عيشهم والتعبير عن آرائهم بحرية بالنسبة للأقلية المتنفذة والمسؤولين في شركات التقنية والأدوية الضخمة وغيرها من الشركات الكبيرة والذين يتمتعون بعلاقات طيبة مع الرجال الأقوياء في السلطة فإن العالمة كانت تسير بسرعة تراجحت أسطورة العالم كقرية واحدة أمام توازن بين كتل القوى العظمى والتي تتباهى بقوتها العسكرية المتعاظمة وسلاسل توريد منفصلة وحكم الفرد المطلق والانقسامات الطبقية التي تعززها أشكال جديدة من المشاعر القومية لقد أدت الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة إلى انكشاف السمات السائدة للسياسات كل مجتمع ومثل الناس الذين أصبحوا رسوم كريكاتورية لأنفسهم خلال الأزمات ركزت دول بأكملها على أوهامه الجماعية وترسيخ الأحكام المسبقة القائمة والمبالغة بشأنها اضطرت كبيرة المسؤولين الصحيين في سكوتلندا لاستقال من منصيبها بعد أن كشفت وسائل إعلام قيامها بزيارتين منفصلتين لمنزل ثاني تملكه خلال الحظر وفي نيزلندا أوحيل وزير الصحة لمهام أدنى بعد خرقه قواعد الحظر المطبقة في البلاد باستحاب أسرته إلى الشاطئ وفي جنوب إفريقيا أوقفت وزيرة عن العمل بعد نشر صورة لها وهي تتناول الغداء مع صديق كل هذه الأحداث دفعت البي بي سي لإثارة سؤال قديم جاء في عنوان بارز الأسباب النفسية التي تجعل القادة يقولون ما لا يفعلون إذا كان القادة يعون أو عدم تقبل الناس للنفاق فلماذا يأتون بتصرفات تجعلهم عرضة للاتهامات التفسير الأبسط هو وفقا لدانيال إفرون خبير علم النفس الاجتماعي وأستاذ المساعد بكلية لندن للأعمال من واقع دراسته للرياء أن السبب يعود إلى اعتقادهم بأن أحدا لن يعرف ما يقومون به وربما يكون ذلك صحيحا في بعض الحالات لكن إفرون يشير أو يشير إلا أن أغلب الناس يريدون أن تكون نظرتهم لأنفسهم كأناس صالحين وربما كان السبب الخفي وراء عدم اقتران أقوالهم بالأفعال هو رغبتهم في إرضاء جهات مختلفة يقول إفرون في كافة المؤسسات على اختلافها قد يصارع المرء من أجل إرضاء مطالب متضاربة لجهات شتى فربما تريد جهة ما شيئا بينما تريد جهة أخرى خلافا لشيء نفسه ويسعى القائد لإرضاء هذه الجهة وتلك إحداها بالكلام والأخرى بالفعل حتى لو ناقض كل منهما الآخر ويخطئ من يظن أنه في أزمة مثل التي نمر بها الآن لكن ليكون على القائد إلا إرضاء جهة واحدة وهي الشعب دعونا نحاول فهم الأمر من وجهة نظر القائد يقول إفرون أحيانا تكون إحدى الجهات هي الأسرة وقد يرى القائد أنه بفعله هذا يوازن بين حاجة أسرته من ناحية وعجباته العامة من ناحية أخرى وبحث إفرون كيف ينظر الناس في أنحاء مختلفة من العالم للتباين بين القول والفعل فوجد أن الثقافات التي تؤكد على المجموع أكثر من الفرد كما هو الحال في بلدان أسيوية وبأمريكا اللاتينية لا تعتبر هذا التناقض بالضرورة ريهاء بخلاف الثقافات الأكثر تأكيداً على الفردية كبريطانيا والولايات المتحدة وفي الثقافات التي تهتم بالجماعة يكون من المقبول السعي لإرضاء جهات عدة والأهم هو الإبقاء على العلاقات حتى لو جعل ذلك المرأة يقول شيئاً ويفعل شيئاً آخر أبرز الأحداث كما روتها صور صحيفة الجارديان والتي توثق مجريات الحياة في مناطق مختلفة من العالم نتابع موسيقى أخيراً عدد من رسومات الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة موسيقى 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 بهذا نكون وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى